طيب الآن يعني معناتها غدا سيبدأ التعليم الحضوري هل هذا خلاص وداعا للتعليم عن بعد ولا بيكون فيه آلية وفيه استمرارية للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بالتزامن مع التعليم الحضوري سواء للمرحلتين الابتدائية أو حتى رياض الأطفال بالتأكيد إذا سمحتم لي في البداية أنه نود أن نشيد بالجهود الحثيثة التي تم بدلها في إنشاء التعليم الالكتروني هناك دعم كبير من القيادة الرشيدة ولله الحمد حصلنا على إشادات عالمية فيما يخص التعليم الالكتروني في المملكة تحديدا فيما يخص مدرستي نود أن نؤكد أن التعليم الالكتروني من خلال منصة مدرستي هو بالتأكيد مستمر هو أداة وعنصر ممكن لنمط مختلف من التعليم التعليم الالكتروني من خلال مدرستي سيكون ممكن للمعلمين ممكن للمدارس من إنشاء دروس تزامنية وغير تزامنية تحديدا للطلبة الذين لديهم أعذار صحية معتمدة من هيئة الصحة العامة ووقاية ولن يتمكنوا من الحضور للمدرسة المعلمين سيقومون بإنشاء دروس تزامنية للطلاب الموجودين بالصف إضافة للطلاب الذين لم يحضروا للمدرسة بسبب هذه الأعذار الصحية وأبو التأكيد نتمنى لهم الشفاء العاجل هناك أيضا نود أن نذكرنا التعليم الالكتروني يقدم أدوات داعمة أدوات ممكنة للمعلم أثناء تقديمه للتعليم الحضوري في الصف يساعد على الإبداع ويساعد على الابتكار يساعد على تقديم رحلة تعليمية شيقة للطلاب والطالبات الطلاب والطالبات أيضا لديهم التكليفات لديهم الواجبات لديهم العديد من الأنشطة والإثراءات التي بإمكانهم من خلال منصة مدرستي العمل عليها نود أن لا ننسى أولياء الأمور التقارير ما زالت موجودة في مدرستي بإمكانهم الدخول والاطلاع عليها ومتابعة أبنائهم كما كانوا يفعلون عندما كانوا يقومون بالدراسة عن بعد نعلم أن دور الأولياء الأمور مهم جدا وجوهري في هذه العملية كلها لكن أريد أن أسألك يا سيدة ما هو دور الأسر وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات خلال هذه العودة تحديدا التي تعتبر استثنائية بعد فترة طويلة من الغياب وأيضا ما هي الرسالة التي توجهيها لهم في البداية قبل أن نتكلم عن دورهم في العودة نود أن نشكرهم على ما قدموا خلال الفترة الماضية جهود كبيرة جهود عظيمة سواء من الأسر من أولياء الأمور من الأمهات من أيضا المعلمين والمعلمات شاهدنا نماذج رائعة لمساندة الطلاب والطالبات في المنزل طبعا نتطلع في المرحلة القادمة أن تستمر تلك الجهود نود من أولياء الأمور طمنت أبنائهم بث رسالة إيجابية الحديث عن العودة للمدرسة بروح إيجابية نتطلع أيضا أن نرى نماذج لاستحاب أبنائهم للمدرسة غدا إذا شاءوا مشاركة تلك اللحظات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هذا بالتأكيد سيسعدنا أبنائنا وبناتنا متحمسين أن نوصلهم للمدرسة بكرة وبإذن الله معلمينا ومعلماتنا بالتأكيد هم منشتاقون لرؤية طلابهم وطالباتهم غدا بإذن الله نتمنى لهم عودة آمنة مكللة بالنجاحات والإنجازات التي نود أن نكتب معهم قصة نجاح أخرى جديدة بإذن الله يعطيكم العافية أصدر بستسام ومن الحق أنه لازم نقول لكم أنه أنتم أديتم المهمة على أكمل وجه لا من ناحية المعلمين ولا المعلمات ولا من ناحية الأروقة التعليمية ولا من ناحية الاهتمام بصحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأتميت الدور المنوط فيكم كوزارة التعليم ضفتنا من الرياض التسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام في وزارة التعليم شكرا جزيلا لك